بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم معنا في شواجديدة مشيوات امشمس كانت بنا دائما تكونوا في احسن الاحوال وفي تمام الصحة والعافية امبرك واشترككم بكل المتمنيات ان شاء الله الجميلة اليوم ان شاء الله غدي نحضر معكم طريقة البسيطة ضغية كتوجد يعني ما غديش تبقي واخدام معها بزافت الوقت او لم قابلها وانتي كتقلبي فيها طريقة جيد بسيطة كتتحمرو كيجي الحنفتي هادي نقترح عليكم معها بتاتا اللي كتجي مقرمشة من برة ومعلكة من الداخل كذلك بلا ما تسلقيها او لا تقليها يعني اليوم ان شاء الله فيديو غيكون رائع جدا نتمنى ان شاء الله انه يعجبكم وما تبخلوش عنا بتشجاعتكم وتعليقكم رائعة ومشي مباشرة المقادر طريقة التحدي فبنسبة المكونات اول حاجة غنعملو هي لما غينار اللي غنرقدو فيها الحيما دينا باش كتعطينا نتيجة رائعة ثاني لا تصف تصف تفتيت او لديدة أول حاجة غنعملو means توابل وربع ملعقة صغيرة conhecision نصف ملعقة صغيرة الكوركم حالي ملعقة صغيرة جيدا نستخفى من بصل كذلك ملعقة صغيرة من Configure PROCAM نحتاج ثلاثة ادريسات التومة معلقة كبيرة صلصة البربيكو معلقة كبيرة غير مملوة يوجد زبدة محرارة الغرفة يوغورت طبيعي بدون سكر تقريبا 110 جرام 4 كأس من زيت نباتي مخلط مع زيت الزيتون 41 جرام زيت مخلطة ما بين زيت الزيتون و زيت نباتي لا تعملون زيت الزيتون لكي لا تعطي الملح قليل من الملح ومتابعة الحال نستعمل دلعة صغيرة بالنسبة للطريقة مختلفة نستعمل دلعة فلحة نستعمل دلعة فلحة نستعمل دلعة نستعمل دلعة لكي نستعمل دلعة واحدة لكي نستعمل دوم طيبة لكي نستعمل نستعمل دلعة امام مدينة لكي نستعمل داع نضيف عليها معرقة كبيرة من السلسة البر بيكيو وممكن تعودها بسلسة الكيتشوب ونضيف زيت نباتي مع زيت الزيتون ونضيف زيت نباتي فقط نضيف الحم الغنم نضيف الحم الغنم ونضيف الملح ونضيف التوابل نضيف الملح ونضيف التوابل نضيف التوابل ثم نضيف التوابل نضيف راكز الجرين لا بحاجة تكون جارية يجب أن نستخدم الماء كما يجب الى الماء نحاول تقب الواقب لحماية الماء نحاول شرم الواقع حاولوا انكم جميع البليصات اللي عملتوا فيهم فليحات انكم تدخلوا فيهم هاد المغيناد هادي وانكم يعني كل شي دوك اللحيمة تأكدوا انكم شرملتهم زيان ما تنسوا حتى شي بلاسة راكت جيزوينة وما داق ديال الحمكي يجي صراحة ولا ارواع وذك اليوغورتها ما يبنش ابدا وذك الزعتر بس صدقوني ان شاء الله نبغيتكم انكم تجربوها حتى الاعراضات يعني ما بقى اشي حاجة اللي وعرا والي يتدي يعني ضغيات صوبي العشاء ولا الغداء ديالك بكل سهولة بلا ما تاخدي يعني وقت بزاف او لا تخافي دائما كان دوي مع المبتدئات اما تبارك الله اخوات لي مولفين راههم تبارك الله يعني تحاج ان شاء الله ما تغلبكم فهنا بعد ما شرملت هاد طلعام زيان كما لا حدوه معايا فغطي نغطي عليها انا هنا دائما راني خدمت لي لقبل اغطي عليها بالبلاستيك الغيدائي او لا سولوفان على هاد الشكل وغنعملها في التلاجة غاتبات في التلاجة لما عندها الوقت ممكن تعملها صباح بكري كماشته وغادي تكملي معايا بنفس الطريقة فلاشية او لا واحد ساعتين قبل انا في اليوم التالي او لا في الغد فجبد هذيك الثلعة كماشته فتشربات هذيك المغيناد مزيان كماشته معايا انا يعني باش ما كان نسحكم دائما لحم باش ما شرملته مزيان وولا تجاج باش ما شرملته لي لاب قبل فكي يعطي لده يعني احسن فاخديت هنا طاوة عملت فيها ورق الاليوميوم هو اللوول عاد عملت فوق منه ورق الطبخ وحطيت الثلعة دينا وغاني يجمع لي عدبة ورق الطبخ بحالها تشكل ورق الاليوميوم هو اللوول عاد غادي نكمل بورق الاليوميوم هنا باش نتأكد ان طلعة دينا راها مسدودة مزيان لنفس ما تخرج منها باش يعني كتزمد وكتطيب كتزمد هنا غادي نحاول ان ينسد كماشته دائما ما تعملوش الاليوميوم بوحته في حال هكا ونار الفران عملته يسخون قبل يعني فران كي يكون سخون وغادي ندخليها طلعة دينا وغادي نخليها فانا صراحة يعني كان باقي عندي الوقت فخليتها باعتها شوية للنار وخليتها ثلاث ساعات بالتمام والكمان هنا بالنسبة للبطاطا اللي غا نعمل معاكم فعندي لكم واحد الوصفة اللي روعة فكنا ناخد هنا زوج كيسان دي لما كنضيف عليهم جوج مع الكبار دي الناشا الدورة او لاي ناشا كتستعمله وكننخلط مزيان على بارد حتى ينسجمو كنعملها فوق النار على هالي شكل هذا حتى كتجمع هذه الناشا كي ماشته كتولي بحل كريمة كما تلاحظو معايا سوف نضيف عليها المكونات لهم شوية الملحة وشوية الزعتر كي يبقى اختياري للكيميا لا تكتروا ايضا لكي لا تفوتوا واحد معلقة صغيرة في هذه المكونات هل تشكلو كنخلط مزيان ونضيف هنا شوية تحميرها وخارقهم البزار والحار استعملت هذا الحار هذا ممكن استعملوا الهريسة هي الهريسة مع كي يبقوا دوك مع مطحونة للفلفلة يبقوا هكا دوك 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 دورات دية الفلفلة بينين في البطاطا اكتش لكي استعملت هذا الحار هذا نخلط مزيان حتى كنتحصل على هذا الخالد اضافة ضج جميع معلقة صغيرة ثم اضيفة طبق البطاطق جديدة نضيفها على هذه السلصة ويسخونة نضيفها على هذه السلصة نضيفها على هذه السلصة تشيطي منها وحزوج معلقات كمرافقة سوف نحرك مزيان البطاطة حتى تلبس جيدا بهذه السلصة لا تخافوا بأن الماء كامل لا يبقى سوف تشاهدوا معي كل شيء على عينكم ونتجة دائما في الفيديو نأخذ برقة الطبخ كافصينية وصفحة الفرن نضيفها بزيت نباتي ونبدأ نستفل البطاطة لا نحتاج إلى نسلقه ولا تقليل كل شيء سوف نشعل سوف نقوم بعمل المسائل كاملة وسوف توجد عراضة ومعوليداتك تفرح بهم أي شيء سوف نتجد في وقت واحد هنا سوف نقوم برقة الأحياء فقط لأخذ اللحم وقوم ببطاطة سوف نستفل مزيان نهاية الأشياء ودهنها بالزيت رائع وضعها نستفع البطاطا كاملة و ندخلها للفران لتكون مباشرة تحت منها فأنا كما قلت لكم الحم فعلته شوية للفران فعلته على العافية و خليته على خاطره لتحمر الفران بكل سهولة تتحمره و مغطيه ندخل البطاوة العافية تحت منها مباشرة و ندخلها في الفران لتكون مباشرة تحت منها ندخلها و نقلبها على الجنب الآخر نقلبها على الجنب الآخر كاملة الصافحة نقلبها على الجنب الآخر نقلبها على الجنب الآخر نقلبها على الجنب الآخر ننخلها 10 دقيقة و نتحركها على هذا الشكل نرى ان تقرم الشخص يذهب من تجد اللذي تحافظ عليها و تعطيها قرمشة جربوا هذه البطاطا انا اكيد ان شاء الله ستعجبكم هنا فتبت لي البطاطا كما قلت لكم مباشرة مع الحم يعني خرجتهم دباب زوج اضطيت البطاطا على جنب انها تدفى يعني باش تبقى هكا سخونة نقدمها والحماد يناها هي يعني كما قلت لكم راه ما عريتش عليها فقط خليتها تاخد وقتها في الفران هنتو من الحمكي و الليز بدا فيها هكا داخل ومبرره بحمر خديت هنا هكا تبصل اللي غا نقدم فيه عملت فيه شوية دي الخاص بطبيعة الحل اللي كان نغسله جيدا كرقضوه في الماء والخل عد كنشللهم زيان كنشفوه وحطيت هنا الدلعة بالنسبة المرافقة اللي عملنا دي البطاطا هي اللي غا نرافق بها ممكن تعملوا يعني دباب كان عارفوا السيف يعني كي بغيها حويجات الليساء اللي ينضغيه كي يوجدوه هكا مشبعين بالنسبة الاخوات اللي غايبوا يقدموها مع سلطات يعني كان فطلان هذه السلطات يكونوا فشت وصراحة هنا فكان حاولو كيما كتلكون في الجو سخون كان حاولو نقدموها إما مع خضيرة اللي كتكون مفورة مع أولم مسلوقة و السلطات المرافقة كذلك اللي كنت عملت معاكم لان ممكن نقدموها معاها و أولا بحالة الشكل فأنا فقط زينت هنا بشوية زيتون مشرمل كان متوفر عندي وكيكون هذا هو الطبق دينا كي يجي روعة لديد بلاقياس لحيمة الليبنانين صراحة ما تشبعوش منه وحتى هذا الحم يعني ما كي يجيش ذاك القومية للحم ما كتبانش أبدا مع ذاك الزعتر وكي نقول لكم دائما وخشتوا عن ضلعة لا تكتروا تواب لكي لا تغطاش لنا طبيعية اللحم وكذلك لا يقهمش فاشتوا معي الطريقة ولكنها جدا وكما تشرتوا وكما تجربوا وكما تحمروا بوجهكم لديكم دائما عيد مبارك سعيد وشكرا على حسن المتعبا على الهلي خطيكم شكرا لكلماتكم طيبة فحقنا كانتنا دائما نكونوا عند حسن ظنكم وقليلا نقول لكم كانت معكم أم شمس فما توفيقي إلا بالله لتوكلت إليه ونيبي